حضرت مصر من المخاطر الجسيمة والتدعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري وسع نطاق على قطاع غزة وحملت الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تنتهك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع كما أعربت مصر عن قلقيها البالغ من التدعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستحالت العجز كامل من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات ووقف نزيف الدماء في القطاع وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة محذرة من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا محالة وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر